اشتركوا في القناة راح تكون اهم الملامح للاسبوع هذا بتكون متركزة على ايش فطبعا القمر لما نحكي عن القمر هو للفترة وجوده في البرج اما باقي الكواكب فهاي لمدة اسبوع كامل بنحكيها بسعودتها ونحستها واهم اشي تحذروا منه ايش هو طبعا بالنسبة لليوم توقعتنا ليوم الاحد 24 واحد القمر موجود في الجوزاء في منزلة الهنعة وهي تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة خمسة وخمسين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها الى منزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء جديد طبعا بما انه القمر موجود بالجوزاء فالغالب على جميع الابراج بهاي الفترة انه منكون او مننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية عندنا اول زاوية راح تكون هي زاوية تتليث ايجابية راح تكون بين القمر والمشتري وهي راح تكون في تمام الساعة 12 و3 دقائق بعد منتصف الليل يعني بتوقيت الاردن الساعة 2 و3 دقائق في ساعات الصباح الفجر يعني منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول ان نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية بطيئة وذروتها هي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وزحل راح تكون الساعة 3 ودقيقة صباحا ذروتها زي ما حكينا انه لها تأثير اكم من يوم ولكن انها راح تستمر كمان لمدة خمس ايام بتخلق مصاعب عرقيل بتحتاج منها لبذل الجهد والتصميم والارادي لتجاوزها يعني ما حد يعتمد على الحظ في خلال الخمس ايام القادمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون في تمام الساعة 9 و35 دقيقة مساء بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين طبعا بما ان القمر موجود في الجوزة معناة خلو المسار القادم راح يكون يوم الاثنين 25 واحد بيبدأ في تمام الساعة 7 و17 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و51 دقيقة مساء لا ينتقل لبرج السرطان اما بالنسبة لعمر القمر القمر المحدد 11 يوم وفي تمام الساعة 11 و15 دقيقة ظهرا بيصبح 12 يوم نسبة الاضاءة 80% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18 اثنين منتحسة بنسبة 40% القمر في الجوزة حتى يوم 25 واحد سعيد بنسبة 15% عطارد في الدلو حتى يوم 30 واحد سعيد بنسبة 15% الظهرا في الجدي حتى يوم 1 اثنين سعيدة بنسبة 30% المريخ في الثور حتى يوم 4 ثلاثة منتحس بنسبة 75% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في أمور تتعلق بالسفر والاتصالات القصيرة فاوضوا بثقة وجراءة وحاولوا الدفاع عن مواقفكم وقضيتكم ولكن بتكونوا تجنبوا الكلام اللاذع ممكن ما ترتاح بسبب كثافة العمال فأهمش أنك تباكر لعملك وما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز بالفاعلية والدينماكية وممكن تسمع جواب بعجبك أهمش أنك ما تبالغ بمصروفك طبعا علاقاتك اليومية وترقلاتك بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع المحيط أما بالنسبة لنظرتنا للأسبوع بالنسبة للزهرة هذا الأسبوع تعطيك نوع من أنواع التفاؤل والنجاح وهي فترة مناسبة لأمور إلها علاقة بالعمل وحتى العلاقات اللي إحنا منسميها الطبقات الراقية فممكن أحد الشخصيات المهمة أو المرموقة يدعمك في مسألة معينة أو يعزز بعض النقاط القوية أو يكون مواسطة لإلك في أمر معين أو يحل لك مشكلة معينة برضو هاي الفترة إلها علاقة بالتعرف على ناس من طبقات اللي هي طبقات الراقية أو المخملية أما بالنسبة للمريخ فأقول لك الإسبوع هذا ممكن يكون فيه نوع من أنواع النزاعات مع رفاقك في العمل ومع رئيسك لأسباب مالية فعشان هيك بدك تدير بالك من التبذير وتتجنب التبذير وتتجنب أنك أنت تكفل أي شخص في أمور إلها علاقة بالوضع المالي أما بالنسبة للشمس طبعا هنا بتعرف نوع من أنواع الإضطراب في علاقاتك الإجتماعية وصداقاتك وممكن تتعرض لبعض المنافس المهنية وهاي فترة غير مناسبة لأمور إلها علاقة بالشراكة أما بالنسبة للعطارد فممكن تتعرف على أصدقاء جدد أو تتلقى أخبار سارة من أصدقاء بيقيموا يعني خارج البلاد أو بما كان بعيد وممكن تقوم بمشاريع أو لقاءات فكرية مع بعض الأصدقاء برج الثور تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهميش أنك تتجنبوا النفقات ممكن تهتموا اليوم لأوضاع المالي أكثر واتخذوا تجربة مهمة ابتمتحن موقعك وخبراتك أهميش أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي تريث حتى تتوضح الأمور لا تبالغ بمصاروفك واحذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد طبعا بالنسبة للقمر برضو بكمل خلال هذا اليوم أنه تعرف سهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح برضو خلال هذا اليوم ولكن نظرتنا للأسبوع لباقي الكواكب يعني بالنسبة لمزاجك بدك تدير بالك لأنه مزاجك سيء بالفترة هاي نافذ الصبر متلهف مما قد يسبب لك نزاعات مع محيطك عليك تجنب الإفراط وأنك تبالغ بإنفعالاتك أما بالنسبة للزهرة فبيكون سلوكك جيد وممكن تحصل على تقدير الآخرين وهي فترة مناسبة للتنقلات والتواصل والاتصال مع أشخاص خارج البلاد أو توطيد علاقة أو حتى أوراق ومعاملات إلها علاقة بالسفر البعيد بالنسبة للشمس طبعا هنا تحتاج لبذل جهود أكبر لتخطي وتجاوز العقبات والخلافات اللي ممكن يعني تقف في طريق نجاحك وتحقيق طموحاتك وبما إنه في بيت السمعة فمنقول لك حاول قدر الإمكان تبعد عن أي شيء في مخالفه للقوانين أما بالنسبة لعطارد فتسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية وهي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص ذو نفوذ برج الجوزة أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتكثر المشاريع وبتختلط الواجبات أهم شيء أنك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك وأولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع وإنجاز الكثير من المهام خلال هذا اليوم واليوم ممكن تقضي فترة من الهدوء السكيني والطمأنيني على المستوى النفسي أما بالنسبة لنظرتنا للأسبوع فبيزيد عنفك وفضاتك في التعامل مع الآخرين بسبب انتحاس المريخ أما بالنسبة للشمس فهنا بدك تتجنب الدخول في مشاريع كبيرة لأنه ممكن يكون في بعض الصعوبة في علاقاتك مع الغرباء وبالنسبة لعطارد فهذه الفترة مناسبة لأمور إلها علاقة بالسفر والدراسات العليا وربط العلاقات أو التعامل مع الغرباء برج السرطان بينال التعب منكم أهم إش أنك تضعوا سلم لأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذاءكم وراحتكم بشير القمر لركود وتأخير في سير بعض الأمور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي حاول أنك تستريح بعيد عن الأضواء وما تختلق أعذار للهروب من المسئوليات والمهام بسبب وجود القمر في بيت متاعبك ولكن ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف يعني تكون صعبة وتتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس بالنسبة لنظرتنا لهذا الأسبوع إيش الكواكب ممكن تعطي فشريك شريكك أو زوجتك الكريمة بتميل للتبذير أو زوجك بميلة تبذير الأموال وممكن تعرف صعوبة مرتبطة بدين أو إرث في بعض نقص في الحيوية بيكون عندك عشان هيك لا تهمل الأمراض اللي ممكن تظهر في هاي الفترة أما بالنسبة للعطارد فبتجدوا حلول سريعة للتخلص من بعض الديون أو النفقات المالية بالنسبة للزهرة طبعا هاي فترة مناسبة للسعادة الزوجية أو التواصل أو تحسين علاقة زوجية وممكن برضو علاقتك تكون جيدة برضو مع الشركاء في المال أو في العاطفة في الوقت المناسب وهذا وقت مناسب برضو لأمور العلاقة بالزواج أو عقد قران وبتكون برضو منتجة وبتقدر أنك تصفي بعض الخلافات بشكل قدي أما بالنسبة للمريخ بدك تتجنب الدخول في جدال مع بعض الأصدقاء اللي ممكن يعني شوي يستفزوك أو يخلوك تخرج عن طورك برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وهي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تعيد أحدهم أهم مش أنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية معينة الأهم أنك تحاول تنجز كل هذا اليوم كل شيء مهم لأنه من تعرف بكرة القمر رح ينتقل للسرطان يعني بيت متاعبك فالظروف في الأيام الجاية ممكن يكون فيها نوع من أنواع صعوبة برضو القمر بعطيه علاقاتك أو صداقاتك بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادل بالنسبة للزهرة بتعرف انسجام مع رفاقك في الوسط المهني وبتتمتع بصحة جيدة أما بالنسبة للمريخ لأنه موجود في البيت العاشر بيت السمعة فبتزيد عدوانيتك واندفاعاتك فأهم شيء أنك ما تخالف القوانين وما تجازف وما تغامر بسمعتك حتى بعملك أما بالنسبة للشمس فبتعطي اضطرابات في علاقتك الزوجية أو علاقتك الزوجية نكون ذكر أو أنثى أو مع الشركاء بسبب أنانية الطرف الآخر أو بسبب مسألة اعتبارية أو اعتبار الذات أو شغلات زي هي كما بتجد صعوبة في إقرار وجهة نظرك يعني ما بتكون مقنع بشكل كبير بتكون علاقاتك مع زوجتك أو شركاءك يعني فيها نوع من أنواع الشد والرخي عطارد ممكن أنه يعني يخلي فيه نوع من أنواع المفاوضات أو الفتور بالعلاقة وهذه فترة مناسبة برضو لتسوية الخلافات والنزاعات لصالحك إذا ما دخلت بنقاشات حدي وفاقمت الأمور برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشاء لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت انت جاهز طبعا القمر يعني خلال الفترة هاي تأثيراته يعني بتحظى بشعبية وبتكون كل أعمالك سهلة وميوسرة وممكن تحقق نجاح شخصي جيد خلال اليوم وبكرة أما بالنسبة للمريخ طلط الأسبوع أو تأثيرات الأسبوع بدك تتجنب من التعامل مع الغرباء وكذلك السفر والتنقلات وبدك تكون حذر وما توقع على شيء بدون ما تتأكد منه يعني ما في داعي للعجلة والتسرع وأثناء قيادتك على الشوارع المفتوحة بدك تنتبه وإذا كان عندك موعد أو ارتباط أو سفر تفقد كل حاجيتك أما بالنسبة للشمس ممكن تعرف الفترة هاي وعك صحية وممكن أنها تستمر لعدة أيام وممكن تعرف بعض المتاعب في أعمالك اليومية يعني بعضك ممكن أنه تكون إشيئ لعلاقة بالصحة والبعض الآخر ممكن إشيئ لعلاقة بالأعمال اليومية أما بالنسبة للعطارد فبيصبح عملك ممتع وبتزيد حيويتك وبتعطي دفعة لبعض الأشخاص على الشؤون الصحية أما بالنسبة للزهرة فهاي فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقات والمعاملات المالية برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد لأنها هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعك على الانضمام لنادي أو لجمعية وطبعا القمر برضو بعطي نوع من أنواع الأحلام بأمور إلها علاقة بالسفر أو بالاتصالات البعيدة أو بالدراسة أو أمور إلها علاقة بالامتحانات تعطيك دفعة جيدة خلال اليوم هذا والقيام بمشاريع كبيرة أما بالنسبة للمريخ يعني نظرة الأسبوع بتميل للقيام بالمجازفات وممكن تتعرض لبعض المشاكل في مكان عملك تحديدا أو على الأموال المشتركة أو قضية مالية أو دين بصعب عليك سداده أما بالنسبة للشمس فطبعا الشمس تعمل توتر في علاقاتك العاطفية وهذا الإشي ممكن يضرب بنجاحك الشخصي ويستحسن تجنب المعاملات المالية وحاول إنك ما تدخل بأي نقاشات حد ما بينك وبين أفراد العائلة أو الأحبة تحديدا أما بالنسبة لعطارد فعطارد فهي تعطيك نوع من أنواع لقاءات ممتعة بيكون لها أثر طيب على حياتك العاطفية وبتقضي أوقات ممتعة وهي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي بالنسبة للزهرة الحياة في المنزل بتكون ممتعة وهي فترة مناسبة للحصول على أرباح مهمة إذا كنت بتملك أملاك عقارية برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك لا تكون جارح الكلام بل فاوض بهدوء ودبلوماسية كن حريص على حقوقك لبتتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك طبعا برضو اليوم بزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية أما بالنسبة لنظرتنا للأسبوع فبتكونوا يعني الفترة هاي فيه نوع من أنواع المرح عندك لين العريكة هيك مقبول بتتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وهاي فترة مناسبة لأمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والعلاقة مع الأقارب والإخوة بالنسبة للشمس تعمل نوع من أنواع التوتر على مستوى البيت أو العائلة فممكن يكون فيه نقاشات حادة أو بعض المشاكل العائلية بسودها نوع من أنواع التوتر أو بتكون مرغم على بذل جهود مضاعفة ومستمرة خلال هذا الأسبوع بالنسبة لعطارد تسمع خبر مفرح بخصوص عائلتك وهي فترة مناسبة لتغيير للي برغب لتغيير محل إقامته أو القيام بمشاريع تتعلق في أشؤون المنزل أما بالنسبة للمريخ فهاي برضو رجعتنا على نزاعات إلى علاقة بالمنزل وشقاقات مع شركاءك لأنه هذا البيت السابع فبتكون ديروا بالك أثناء تعاملكم مع شركاءكم أو مع أزواجكم تحديدا برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وهي فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات لا تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة لا تتسرع في اتخاذ القرارات طبعا برضو اليوم القمر لأنه معني شوي بعطي نوع من أنواع العلاقات الجيدة بالأشقون الزوجية والعائلية أو مع شركاء وبسود الإنسجام والتوافق ما بينكم وهي فترة جيدة للمصالحات ولكن طول الأسبوع هنا نيجي على أول إشي الشمس بتميل للتبذير وبتميل خصوصا تبذير طاقتك أكثر من التبذير المالي وجهودك بسبب تغييرك الدائم لتوجهاتك وأهدافك لأنك متقلب بمزاجك كثير خلال الفترة فممكن تنهيك حالك فكريا أما بالنسبة للعطارد فهذه فترة مهمة للقيام بأسفار والدراسات والعمل والتواصل والاتصالات والمشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية أما بالنسبة للزهرة فهذه فترة مناسبة للنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة إذا استغلتها أما بالنسبة للمريخ فممكن تتعرض لأمراض التهابية أو جروح أو حروق في ميادين العمل فبدك تكون حذر لأنه هذا البيت السادس فإلو علاقة بالصحة وبرضو إلو علاقة ببعض المشاكل في مكان العمل أو مع زملاءك بالعمل برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي وما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كن أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت بالنسبة لإلك اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وخذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن طبعا هذا بالنسبة للقمر لأنه سعيد فعشان هيك برضو اليوم بتتمتعه بالصحة والحيوية وبتجد سهولة في تطبيق أعمالك الروتينية والمنزلية أما بالنسبة لنظرتنا للأسبوع فالزهرة بتزيد لطافتك ورقتك وبرضو قيمتك الاجتماعية وهي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية ولكن بدك تنتبه من الشمس اللي موجود في البيت الثاني فهي بتخليك شوية يعني أو بتزيد الطمع عند بعض الأشخاص من موليد برج الجدي ورغبتهم في نيل الأرباح اللي بتجي بأي طريقة ممكن تتعرض لبعض الصعوبات المالية أو النفقات المالية أو الالتزامات المالية بالفترة هاي أما بالنسبة لعطارد فممكن تسمع خبر صار بخصوص عملك وتحصل على أرباح سريعة ومفيدة وهي فترة مناسبة للمعاملات التجارية بالنسبة للمريخ بيغلب على سلوكك العنف وبسوء تعاملك ولياقتك وخصوصا بعلاقاتك العاطفية ومع الأولاد الأبناء تحديدا اليوم ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا وبتصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن تظهر لقاءات طارئة مع الأخوة أهمش أن أتقدم لهم المساعدة والدعم اللازم فترة ناجحة ومطمئنة أما بالنسبة للقمر فطبعا هاي فترة حظ بتتقوى علاقاتك العاطفية فيها وبتعرف فترة من البهجي يعني اليوم الأجواء عندك جيدة تماما أما بالنسبة لتأثير الكواكب على الأسبوع هاد الشمس يعني بتضر بمقاومتك الجسدية وبتجعلك خجول ومتردد وقليل الطموح في الفترة هاي كما أن طموحاتك المالية بيصيبها بعض الاضطراب ممكن مصاريف الزيادة برضو يكون عندك أما بالنسبة لعطارد بتتمكن من إنجاز بعض أعمالك المهمة وبتجد سهولة في متابعة دراستك بتعزز قدرتك الفكرية على التواصل برضو بشكل جيد أما بالنسبة للزهرة فبتمين لمساعدة الآخرين والتضحية والإثار أما بالنسبة للمريخ فهنا بتعطيه نوع من أنواع الخلافات على المستوى العائلي أو علاقتك بالعائلة أو مشاكل إلها علاقة بالبيت أو أعطال منزلية وممكن تصبح الحياة في المنزل أو مع العائلة يعني غير محتملة برج الحوت تنهمكوا بمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم شي إنك ما تتهرب من المسئوليات وإن كثرت نظم وقتك بشكل جيد عشان تتفادى أي تقصير لا تبخل على العائلة بالعطف والنصائح كما إنها هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية بالنسبة للشمس بما إنه اليوم يعني فيها النحوسة فخلينا نكمل توقعات اليوم تحديدا فبرضو بتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة يعني فيه نوع من أنواع الاستقرار الجيد بالنسبة لوضع البيت خلال هذا اليوم بالنسبة لنظرتنا للأسبوع فالشمس زي ما حكينا منتحسة بتعرف صعوبة في التكيف مع محيطك وحياتك العائلية وهذا بيتك الثاني فيستحسن تجنب النزاعات والخلافات بسبب قوة العداء وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبه من مصاريفك اللي ممكن شوية تزيد عليك في الفترة هاي فيه نوع من أنواع ردات الفعل السلبية اللي ممكن إنها تسيطر عليك أو بعض الأفكار اللي ممكن إنها تزعجك بالنسبة لعطارد تجد حلول التخلص من بعض المشاكل والصعوبات اللي ممكن تعوقك بالفترة هاي سرعة البديهة عندك جيدة وعطارد بمنحك القوة ولكن بالنسبة للمريخ فهوانا بتزيد عدوانيتك مما قد يسبب لك خلافات وسوء التفاهم عليك تجنب التنقلات قدر الإمكان وبرضو بدك تدير بالك لأن عصبيتك ممكن تكون ظاهرة زيادة فبدك تحذر واللي بتنقلوا كثير بسياراتهم بدهم ينتبهوا أثناء القيادة بشكل جيد أما بالنسبة للزهرة فتعطي إيجابية على مشاريعك وممكن تحقق مشاريع جيدة بمساعدة أصدقائك أو أشخاص دون نفوذ وخصوصا الناس من مستويات أو أصدقاء ممكن يدعموك في شيء معين هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم ونظرتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر